تصعد إلى الظوء تعيش الظوء هذه حقيقتك وهذه الحقيقة أبدية يعني لا تتغير الظوء الأبدي الحب الأبدي طبيعتنا حقيقتنا وأهدافنا أيضا هل تلاحظ يعني هدفك في الأرض تقول هو هذا الهدف الأسمى ممكن هيك نقول الهدف الأسمى الأسمى أنك تقول أريد أن أرجع إلى الظوء هذا مهم الذي يقوله في غاية الأهمية يعني تضع الهدف الرئيسي في حياتك أرجوكم أخواني واخواتي اسمعوني أنك ترجع إلى الظوء وهذا هدف مهم هذا جدا مهم لأنه هو كل شيء فتتدرب باستمرار تطبق باستمرار جلسات أرجوع إلى حقيقتك إلى الظوء وعندما بالمناسبة عندما تعيش الظوء فأنت أيضا تعيش الحماية الأبدية لأن الظوء تعريفه هو الحماية الأبدية وعندما ترجع إلى الظوء أنت تعيش الحرية الأبدية والسلام الأبدية والجمال الأبدية كله فرح وسلام يعني حقيقتك أنت فرح وسلام لكن حرفة يعني حقيقتك حرفت صغرت هذا أفضل المصطلح حقيقتك صغرت ضعفت بالدين وبالنظام الاجتماعي السلبي وبالنظام السياسي وبالإعلام التجاري كله تحريف يعني تصغير 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 فتشعر أنت هيك يعني صغير ممكن تشعر لا تساوي شيء خائف كله فبركة كله غير حقيقي والآن يعني الشعوب بدأت تعرف هذا الآن هناك نهوض روحي يعني رجوع إلى الضو عندما تسمعون كلمة النهوض الروحي أو عندما تسمع كلمة الروحانيات يعني شخص يقول أنا مهتم بالروحانيات ما هو معنى الروحانيات يعني الضو يعني طاقة الضو يعني الاتحادية هي هذه الروحانيات أنك ترجع إلى الحرية فحريتك في الضوء الذي فيك فنقول الآن حريتي في الضوء الذي في داخلي قوتي في الضوء الذي في داخلي حياتي في الضوء الذي في داخلي هذا هو نحن